بصرف النظر عن الحكم والأحكام لها احترامة أنا بس لها بعد التسأل المرضى عرفت ان الولد محمد هو موضوع بس عامل بيان يقول فيه ان هاي سيب الفلوس في البنك لغاية نهاية الموسم لاستقرار الفريق أنا بس عسأل بدار ما اطلع بيانات ما بتحضفش تجلسات موضوع بس ما بحدش عنه محمد اتعلم يا هلال السودان اول قرار من بيراميدز بعد اقامة نهاية كأس مصر امام الاهلي بخمسين الف مجاجع ثلاثة طلبات من كل ارف الاهلي قبل مواجهة بيراميدز بنهاية كأس مصر السلام عليكم لطفا قبل ان نبدأ لا تنسوا ان تعطروا فمكم بالصلاة على النبي ولا تنسوا ان تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعيلوا زر الجرس اتعلم يا هلال السودان اول قرار من بيراميدز بعد اقامة نهاية كأس مصر امام الاهلي بخمسين الف مشجع في الوقت الذي اشعلت خلاله ودرة فريق الهلال السودانية النار على النادي الاهلي بدون سبب مقنع ومنطقية بعد قرار حضور خمسين الف مشجع للقاء الفريقين في الجولة السادسة من دور المجموعات للبطولة الافريقية علق محمود فتح المدرب العام للفريق بيراميدز بنوع من الهدوء والاتزان على انباء قمة نهاية كأس مصر بحضور الجماهير وقال محمود فتح الله المدرب العام لفريق بيراميدز في تصريحات نذاعية عبر اونر سبورت اف ام الكرة للجماهير المرحب بشدة بخطوة لعب نهاية كأس مصر بحضور جماهيري كبير طالما ذلك كان في مصلحة الكرة المصرية واضاف رغم عدم امتلاك بيراميدز لسلاح الجماهير ولكن رحبه خطوة تواجد خمسين الف مشجع في النهاية وفريق لن يتأثر بذلك وتابع حتى لو كل الجماهير في الملعب هتشجع النادي الاهلية ولكن اعتدنا على ان تكون الكرة للجماهير في اطار تنافسي رائع وواصل نهاية كأس مصر سيكون واجهة لمصر والكرة المصرية واجهون يخرج في افضل شكل من الناحية الفنية والجماهيرية يذكر ان النادي الاهلي كان قد تفوق على الهلال السوداني بثلاثية نظيفة في لقاء حسم تأهل المرد الاحمر لدور ربع النهائي في دور ابطال افريقيا ولعبت الجماهير الاهلوية دورا كبيرا في الشد من ازر الفريق ودعمهم خلال تسعين دقيقة دون الخروج على الناص ثلاث طلبات من كولر في الاهلي قبل مواجهة برامدز بنهاي كأس مصر تسلم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي التقرير الفني الخاص بفريق برامدز والذي يشمل كل المعلومات الخاصة بالفريق السماوي استعداد لموقعة الثنين المقبل في نهاي بطولة كأس مصر نسخة 2021-2022 وقال مصدر داخل النادي الاهلي ان المدير الفني للاهلي تسلم التقرير الفني بنقاط القوة الضعف في برامدز وتسجيلات المباراة الفريق السماوي في الفترة الماضية والتي كان اخرها مباراة مقاولة العرب التي وقمت امس بالدور وانتهت بالتعادل السلبي دون اهداف واكد ان التقرير يشمل اللاعبين المصابين في برامدز واللاعبين المتوقع غيامهم عن الموقعات المرتقبة والحضور الجماهرية بناء على قرار المدرب السويسري مارسيل كولر واوضح المصدر ان كولر طلب تسجيل لمباراة برامدز امام الزمالك في الدوري في الثالث من مارس الماضي والتي انتهت بالتعادل السلبية وبرامدز امام فيوتشر ببطولة الكونفدرالية الفريقية والتي انتهت بفوز الفريق السماوي وتأهل ربع نهال كونفدرالية بلاجد دراسة الفريق السماوي بشكل جيد واضف ان المدير الفني طلب ايضا تقريرا خاصا عن نتاج برامدز تحت قيادة البرتغالية جيامي باتشيكا منذ توليه المسئولية الفنية خلفا لليونانية تاكس جونياس الذي تم فسخ التعاقد معه خلال الفترة الماضية شاهدت صريحات كابتن محمود الخطيب عن اخبار صحتي بعد مباراة المحلة حسم مسئول التحاد الافريقي لكرة القدم كاف الجدل حول قرار عادة مباراة الاهل والهلال السودانية تلك التي شهدت احدثا مثيرة على مستوى كرة القدم خارجها عقبا تهلق على ارضية ملعب استد القاهرة الدولية وحقق الفريق الاول لكرة القدم بالناد الاهل فوزا كبيرا على حساب الهلال السوداني بثلاثة هدف نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء السبت في دور ابطال افريقيا لكرة القدم في الجولة الختامية شاهد محمد الشناويالون الرحيله رسميا بعد مباراة المحلة يترقب عشق الساحر المستديرة دقات التاسعة والربع مساء اليوم الاربعة لمتابعة اللقاء المهمة الذي يجمع الاهل مغزن المحلة على استدل القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين ويفتقد الاهل جهود كل من اكرم توفيق وكريم فؤاد وطهر محمد طاهر ومحمود متولي للإصابة وبر نسافي وشدي حسين وايمن اشرف ورأفة خليل ومحمد فخري واحمد نبيل كوكا ومحمد اشرف وكريم الدبيس لاسباب فنية فيما حصل محمد الشناوي حارس مرمى الفريق على راحة من مباراة اليوم استعداد لانهاء كأس مصر أمام بيرامدز الاثنين المقبلة ويتربع الاهل على عرش أندية الدول المصري برصد 44 نقطة بعدما لعب 18 مباراة وحقق الفوز في 13 لقاء وتعدل في 5 مواجهات ولم يخسر وسجل لعابه 32 هدفا وطلقت شباكو سبعة هداف وما زالت لديه أربعة مباراة مؤجلة ويتطلع الاهل لاستفادة من تألق ثناء الهجوم بيرسيتا ومحمود عبد المعم كهربا بالفيديو علي معلول يتحدث عن أخبار رحيله وعدم تجديد تعاقده مع النادي الاهل بعد مباراة غزل المحلة كشف فرج عامر رئيس نادي السموحة عن استعدة النادي الاهل للعابه القديم من نادي سراميكا كوليباترا عبر حساب الشخصي بموقع تواصل اجتمع فيسبوك وكتب فرج عامر محمد شكري الجناح الأيصر الشاب الذي وعير من الاهل لسموحة وتألق وغدر السموحة في غيابه وانتقل من الاهل لسراميكا الاهل استعاده بسبعة مليون جينه من سراميكا سموحة مصنع النجوم والمواهبة ومن المقرر أن يلتقي الاهل مع برامزا في نهاي كأس مصري ومالثين الموافقة العشر من إبريل الجاري على أرضية ملعب استاد القهرة الدولية شاء تصريحات مرتضى منصور بعد مباراة الزمالك والمصرية صلتت شبكة سكايس بورتس العالمية الضوى على التصريح الذي أدل به مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة ناد الزمالك بشأن منع جماهير فريقه بشأن منع جماهير فريقه من حضور المباراة بسبب ارتداء قمصان سوداء وكان منصور قد أعلن منع الجماهير التي ارتدت قمصان سوداء خلال مباراة المريخ من حضور المباراة القادمة للفريق الأبيض حيث قال في المؤتمر الصحفي مساء الجمعة أي مشجع لن يتد قميس الزمالك لن يدخل إلى المدرج مرة أخرى ونشر الحساب الرسمي لشبكة سكايس بورتس البريطانية على انستجرام صورة لجماهير الزمالك من المباراة المريخ معلقا عليها مرتديا ملابسا سوداء بدلا من اللون الأبيض المعتاد جلس حوالي 150 من مشجع الزمالك في التشكيل خلال فوز فريقهم أربع مقابل ثلاثة على استدل قهر الدولي يوم الجمعة حيث شكل حوالي 30 منهم فم الأموجي الذي لا يبتسم وأشار حساب سكايس بورتس إلى تصريحات رئيس الزمالك عقب المباراة حيث ذكرت أن رئيس الزمالك قال عقب المباراة في المؤتمر الصحفية الزمالك ارتدي الأبيض مع خطين أحمرين كل من يريد أن يدعمنا مرحب به ولكن ليس باللون الأسود أولئك الذين ذهبوا إلى مباراة المريخ باللباس الأسود والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة ولكن قبل أن ننهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات هل سيفوز الأهلي بلقب دور أبطال أفريقيا؟ لا تنسوا أن تشاركون بأرائكم في التعليقات ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا وفي النهاية تمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي ترجمة نانسي قنقر